جرى مساء أمس تدشين المقر الجديد لوكالة المغرب العربي للأنباء بدار البيضاء المتواجد على مستوى مارينة العاصمة الاقتصادية وذلك بحضور شخصيات من عوالم الثقافة والإعلام والفن والاقتصاد هذا المقر الذي تمت تهيئته على مساحة 600 متر مربع يحتضن ثلاثة مصالح هي قطب الدار البيضاء ستات وقسم التحرير الاقتصاد والمالية وماب ديجيتال وتكمن أهمية هذا المقر الجديد في قيام هيئة التحرير ببث ما تنتجه من قصصات دون المرور عبر الرباط تماما كما يحصل على مستوى أقطاب أخرى مما يحوله إلى وكالة شبه مستقلة تطلع بكل مسؤولياتها المهنية والتنظيمية في إطالة تقديم خدمة عمومية